بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين موضوع تأملنا النهاردة من برنامجنا من وحي الساعة بعنوان روح الله يفك عنك إيودك الحاكم بتاع مدينة فليبي أوصى الراجل السجان حافظ السجن أن يشدد الإيود على السجين بولس ورفيق سيلة لأنه هما كانوا بيبشروا والشعب هاج عليهم فخدوهم وللحكام والحاكم أمر بسجنه حافظ السجن قطع وحبسهم في السجن الداخلي وأيدهم بالمقترة المقترة دي كانت قالت تعذيب بتخلي الجسد في وضع تاني غير مريح في وضع غير مريح يكون مش قادر يتحرك مش قادر يقعد كويس مش قادر يقف بحيث العضلات تتعب جدا والجسم تعذيب ومتتركش للسجين فرصة للوقوف أو للجلوس براحته أبدا يفضل في وضع صعب جدا القيود منعت الرسول الصحيح من الحركة لكنها ما أيدتش روحه وفكره ومشاعره لكن قلب معلمنا بولوس الرسول في السجن في ليبيا وهو في المقترة امتلأ حب لربنا ومشاعر فيد حبه وفرحان بربنا جدا وروحه بقت هيمة في تأملات يمكن مش عارفين إيه الموضوع كانت سعيدة جدا روحه بربنا لدرجة أنه ظهر الكلام ده في صورة صلاة عميقة بيصلي وتسبيح لله بيرتل ويسبح ربنا يجب أن يقول كده في سفر عمر رسول 16 أي 25 ونحو نصف الليل كان بولوس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجنون يسمعونهما صوته كان مواصل رغم أنه كان مضروب في اليوم ده ضرب جديد بالعصى ومحتوط في المقترة الحقيقة المكان كله صارت فيه قوة روحية في المكان قوة جبارة نتيجة صلوات وعمل روحي بتاع بولوس رسول أو صلوات بولوس رسول فتزلزلت أساسات السجن وتفكت القيود لبواب وكل السجناء تفكت قيودهم كلهم اللي في مقتره اللي في غيره فالقيود الحديدية انفكت فهنا هو القيود ما قدرتش إن هي تقيد روح بولوس رسول الإنسان البشري لأن كان فيه قوة عظيمة جدا اللي هي قوة الله فإذن روح الإنسان ما تقيدش قيود حديدية بدلا فيه روح القدس يخليه هنا هو تروحه هيمة وتفكر في ربنا وتحب ربنا وتفكيره ما يفضل في ربنا وماش عارف ربنا الحقيقة اللي يقيد الروح حاجة تانية هو إيه هو الخوف والهم والخطايا والشهوات اللي بتزل الإنسان وتخلي روحه مكسورة وتتحكم في هي دي اللي بتقيد روح الإنسان عشان كده ربنا حذر من خطورة القيود وقال لنا احترزوا لأنفسكم لألا تسقوا لقلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة هي دي بقى اللي تقل القلب بقى القيود بقى خمار سكر وهموم الحياة لاحظ في كلام المسيح إنه أكد على خطورة الهموم هموم دي بتبقى وقت الشدة والديق ليه لأنه بينتج عنها اضطراب وخوف لكن قوة الروح القدس تستطيع أنها تحرر النفس من القيود وتطلقها لتسعد بالله روح ربنا بيحرر النفس من ضعفها ليه لأنه هو ده روح الحرية زي ما بيقول معلمنا بولوس رسول في كرونسوس الثانية أصحى 3 آية 17 يقول وأما الرب فهو الروح وحيث روح الرب هناك حرية ساعة الإنسان بفرحه بعمل الروح القدس فيه بترتبط بأن خطيته والنير التقيل عليه اللي هو الخطير بتاعته تترفع عنه شهواته التقيلة اللي بتمنعه من معينة مجد ربنا يعني الإنسان الخطيئة تقل وقيد لشان كده الشهداء المسيحية قبل الوحوش المفترسة وهم مسابحين ومترنمين لربنا ما منعتهمش القيود من الفرح والتهليل لأن أرواحهم كانت منطلقة خلصت من إيه في توبة ومتخلصة من أي هم بتفكر في ربنا وفرحانا بتتأمل فيه في عظمته مشتقاله كمان يا أخي الحبيب ويا أختي العزيزة أرواحنا بتشتاء لله والمجد صحيح أجسادنا بتقاوم كل ما هو روحي زي ما الكتاب يقول لنا إن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهزان يقاوم أحدهم الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون دي في غلطة خمسة أي سبعة ما تخليش ضعف في جسدك يستعبدك ويكبلك اغسب نفسك على الجهات في الصلاة والتأمل في كلمة ربنا فتمتلئ من القوة الجبارة بتاعة روح ربنا وتتحرر من الخوف من الهم من الألأ من العادات الرديئة من الطباع السيئة المسيطرة عليك من ضعفاتك المتكردة ومن 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 لأنك مش هتسعد غير إذا تتحررت من قيودك القاسية ربنا دينا كلنا الحرية ونبقى فرحانين به ويفك عننا القيود الخطية ويحلنا من كل ربطات لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها أمين